طيب هرجعك تاني الرمضان والعودة للساشة والعودة للجمهور جعفر العمدة حزية بشعبية كبيرة جدا نسب عالية جدا في المشاهدة كنت وانت بتتابع بقى مع الناس اسبوع الاولاني التاني حسيت بقى ان المسلسل بدأ يشد قولي انتبعات الناس حمدى فتح الله انتو يعني عيلك اتعمل مشاكل كبيرة جوة المسلسل يعني انا لغاية دلوقتي طبعا عايز اقول لحبابك ان الناس بتنديلي في شارع يا حمدى فتح الله واللي يقول لي مش تربي ولادك واللي يقول لي يا حاج حمدى برضو شوية ذهب من لك الناس الشعب المصري بجماله طبعا وحبه للفن وحبه للفنانين انا لمست النجاح من الشارع مش من الشاشة اقبالي الناس غير طبيعي انا كنت فتعب بدخل اهاوي اتفرج كأنك رايحة ماتش كورة ايوه الناس تقود تهيس وتعملوا وبيتفعلوا مع الشرط ما خفتش من لما جالك الدور ما خفتش من العيلة دي يعني معلش يعني العيلة مش منتربية كلها خالص العيلة كلها غل وحقد ما خفتش يعني ما قلتش طبعا أنا كنت عايزة ارجع بدور راجل طيب امير اه الدور حد تاني ما خفتش هو الدور على فكرة كان الستاذ محمد سامي بيقول لي خلي بالك ان انا عايزك تبقى متلون مش ثابت يا طيب وقبيح وشرير ايوه انا ساعات كنت بحس انك طيب وعايز تتراجع وبعن ترجع تاني اه فقالي عايزين نفضل محيرين الجمهور عشان لما نوصل للفنال الراجل ده هو السبب في كل البلاوي دي واللي ممكن يكون هو اللي عامل ولا ايه ففعلا الحتة دي خلت الجمهور في حالة اشتياق مستمر جدا لما جالي العمل وقريته مش طبعتي ان انا بقى ضعيف كده فخفت في الاول لان انا برضو عندي طبقة صوت حدى جدا بتدي قوة للشخصية فبدأت امرن روحي ان انا اخلي تنزل بصوتك شوية تنزل بتنالة الصوت عملت قتب شوية طبعا الرئاكشنات انكسار انكسار كان استاذ محمد كان بياخد كم رئاكشنات غير طبيعية بتلوع النفسي افهم هتعمل بيها ايه قال لي ما تتكلمش الغالي تتفرج على الشاشة فلما شفت الشاشة انت كمخرج حسيت بايه يعني انت مخرج محمد سامي مخرج كنت شايف العين صح ولكن عندك قلق قللي الحقيقة لا ما كنتش قلقين لان بجد كنت عارف كل اللي هو بيعمله حسه لكن انا كطار ان هذي كمخرج مقدرش انطق في اللوكيشن كلمة اشتركوا في القناة